موسيقى الرئيس السيسي يطلع على جهود الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ويوجه بتقديم التسهيلات لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة مجلس النواب يوافق على برنامج الحكومة الجديدة بعد خمس ساعات من المناقشة العامة ويصوت بمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة رئيس مجلس النواب الاغلبية والمعارضة مواطنون مصريون لهم هدف واحد مع اختلاف الطريقة وانتقدوا نقاطا محددة في برنامج الحكومة دون اساء وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتوجه الى الاردن في زيارة خاطفة لعقد مشاورات مع نظيره ايمن الصفضي ويتفقد سير العمل القنصلي في مقر السفارة بعمان الامين العام للجامعة العربية يدين اعلان الكنيسة الاسرائيلية رفضه اقامة دولة فلسطينية مستقلة ويؤكد باطل ويكشف الوجه الحقيقي للاحتلال